تستعد مملكة البحرين لانطلاق النسخة السابعة من معرض البحرين للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024 خلال شهر الجاري لعرض أحدث التطورات التي تستخدم في تطوير صناعة الإنتاج الزراعي والحيواني وينطلق المعرض بهوية جديدة ومشاركة واسعة من مختلف الجهات حرصا منها على تعزيز الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية تماشيا مع التزام مملكة البحرين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتأطيرها ضمن برنامج الحكومة 2023-2026 تستعد المملكة لاحتضان معرض البحرين للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024 في نسخته السابعة والذي يعد واحدا من أكبر المعارض الإقليمية على مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني هذا وقد أقيمت ست نسخ حتى الآن من المعرض حظيت بمجملها بمشاركة محلية وأقليمية وحضور جماهري كبير وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية سياحية مميزة حيث يعكس المعرض نجاح الخطط المتعلقة بتوفير منظومة عمل متكاملة لتعزيز جهود الأمن القذائي وتنويع مصادره والتشجيع على الاستثمار فيه بما يرفض الاقتصاد الوطني وتحرص مملكة البحرين من خلال النسخة السابعة على تعزيز جهود الأمن القذائي استكمالا للمبادرات والمشاريع الاستراتيجية الهدفة لرفع مساهمة القطاعين الزراعي والحيواني حيث يمثل معرض مراعي 2024 منصة لعرض ما تمتلكه مملكة البحرين من بعض السلالات النادرة في القطاعين وتتمحور أهداف المعرض حول تعزيز الانتاج الزراعي والحيواني من خلال عرض أحدث التطورات التي تستخدم في تطوير صناعة هذا الانتاج وتعزيز التواصل بين المزارعين والمشترين وزيادة التفاعل والتبادل التجاري بين العارضين والمشترين